ولما حكيم يقول كده فحكيم لف العالم بالأغنية الشعبية وأفريقيا على وجه التحديد انت ليك مكانة خاصة في أفريقيا وكرمت في مهرجانات كتير جدا وجوائز كتير جدا في أفريقيا الخلطة السحرية اللي حكيم في أفريقيا هو الخلطة اللي أنا بعملها أو المزيكة اللي أنا بعملها أنا دايما باستفاد من روح العصر باستفاد من الموسيقى مش بس عشان أجدد لا علشان أدي طعم جديد للأغنية الشعبية الأغنية الشعبية أغنية لها الليها يعني طبع خاصة عند الناس بتعني شعوب يعني بتعني شعبي ده بتعني ما جميع كتير قوي من الناس شعب قصل لنا وهويتنا بتعني ناس كتير اللي تحت واللي فوق بيسمع الأغنية الشعبية فأنا لما أستفاد من روح العصر مثلا بنقول آلات الضمار وآلات الحروب بيطوروها فأنا أولا أن أنا أطور الأغنية الشعبية وأطور أي أغنية أو أي مزيكة أستفاد من روح العصر في الأغاني اللي هي بتسعد الناس وبتبسط الناس فأنا دايما بغني هو أنا شعبي واللي أحن شعبي الكلام شعبي الفريم هو اللي أنا بغيره اللي هو أنا بستفاد منه أو هي دي الخلطة اللي احنا بنقول عليها الخلطة السحرية الفريم نفسه هو اللي بغيره اللي هو الموسيقى اللي حوالين الأغنية اللي مررت الأغنية الشعبية المصرية لقلوب الناس في أمريكا وأوروبا وأفريقيا أنا عملت الأغنية الشعبية بكل أنواع الموسيقى اللي هي الدوتوات كمان كانت أعتقد برضو كل السر والنجاح كبيرة برا مصر وكانت آيا قلبي ومع جيمس براون وجيمس براون ليلى ومع دون عمر تيجي تيجي وكانت بتتصور كليبات ويعني فضلت عيشة سنين كتير والحمد لله لغاية النهاردة الناس حباها والنهاردة غنينها وآيا قلبي كمان كانت الناس مبسوطة منها أوي